اشتركوا في القناة ولكنها تشن حربا ناعمة حسب وصفه وأضف أن واشنطن تعتقد أن لديها اقتصاد متفوق وهي تدفع الدول لاستخدامها في الضغط على إيران ومن ناحية أخرى تستخدم قوتها الإعلامية لتؤثر بطريقة ما على أفكار الإيرانيين ويهدف هذا الخطاب الذي يتبنه النظام الإيراني إلى طمأنة الشارع الإيراني الغاضب من سياسات نظام الولي الفقيه التي كانت ولتزال سببا رئيسا فيما تعانيه البلاد من أوضاعا اقتصادية وسياسية متردية